نبدأ بالهدف الثاني الهدف الثاني رح نتعرف اليوم التباديل والتراتيب تبهوا علي يا تاسع التباديل ما هو التباديل؟ نرمز للتباديل بـ PN شو بنرمز له؟ PN هيك بنرمز له P حرف الـ P N عدد N عدد طبيعي ينتمي لـ N عدد طبيعي ينتمي لـ N يعني 0, 1, 2, 3, 4 ما بياخد أعداد سالي ياخد ما الصفر لزايد لـ 1, 2, 3 إذن ينتمي لـ N كيف يفكوا؟ تبهوا علي قبل ما طبقلك يا بالضمن المسألة رح ألمك هاي التباديل كيف يفكوا إذن التباديل يرمز له بـ PN N عدد FQN في N ناقص واحد في N ناقص اتنين في 3 بـ 2 بواحد إلى آخره طبعا هون في نقاط لوصل لـ 3 لـ 2 للواحد كيف يعني؟ مثلا الـ B الـ 4 تباديل الـ 4 اللي كتساوي 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 كيف يعني؟ الـ 4 اللي هون بديه فيها بديه فيها حطيتها وبنقصة واحد إذا نقصت واحد بصير 3 وبرد بضربة بنقصة واحد بضربة نقصة واحد بصير 2 لوصل للواحد لوصل لوين؟ للواحد 4 بـ 3 12 12 بـ 2 24 24 بـ 1 24 700 عن سات كمان بيسال آخر تبهي لعندي الـ B 7 الـ 4 الـ 7 بيبدأ فيها الرقم الموجود هون بيبدأ فيها 6 بنقصه واحد 6 ضربوا بـ 6 بنقصة 6 واحد بصير 5 بنقصة الخمسة واحد بصير 4 بنقصة الأربعة واحد بصير 3 بنقصة 3 واحد بصير 2 بنقصة الـ 2 واحد بصير واحد صار 5,040 خمس تالاف واربعين تمام يا بنتي هذا شو خمس تالاف واربعين حسبتوا بس حسبتوا طيب تعال ناخد نسال آخر مثلا بالخمسة مضرب ببدا بالخمسة خمسة ضرب نقطة أربعة ضرب الأربعة اللي ليه واحد ثلاثة ضرب بثلاثة تلاثة قال ليه واحد ثلاثة بضربها بثلاثة ة لوين داوصل ضلب لوصل للواحد طيب إذا تلك بالمي بتبدي بالمي ضرب تسعة وتسعين ضرب تسعة وتسعين ضرب تسعين ضرب سبعة وتسعين ضرب ستة وتسعين وهكذا لوصل لوين للواحد في 100 عدد تماما بدي يكون في 90 عدد ضرب واحد بضرب أمر informal أربعة بخمسة عشرين عشرين بتلاتى ستين بتنين مية وعشرين والجواب 120 بس علمتك فكو انتي لازم تعرف تفكي ولازم تستخدمي في المسائل تعال نشوف كيف نستخدمه بالمسائل اتبهوا لعندي يا تاسا اشترك احمد وبدر وثامر في مسابق الجري اشترك احمد وبدر وثامر في مسابق الجري ما عدد طرائق ترتيب فوزهم قبل البدء بالسباق واحد اتنين ارسم مخطط الشجري اللي قبل شوي تعلمنا رسمه الموافق لتلك النتيجة وتحقق من النتيجة التي حصلت عليها اذا عندي احمد وبدر وثامر اشتركوا بمسابق الجري طيب لما احمد اشتركوا وبدر وثامر لسه ما اشتركوا بده نشتركوا انا بدي شو اعرف بكم طريقة ممكن يفوزوا كيف يعني يعني انا رح رتب درجاتهم طرق لاختيار الاول كم واحد محتمل يفوز بالاول انت كم لاعب عندك عندك ثلاث لاعبين صح اما احمد رح يكون الاول او بدر رح يكون الاول او سامر رح يكون الاول اذا يا انساتي كم طريقة لاختيار الاول يتم اختيار الفائز الاول بثلاث طرق احمد بدر وثامر طيب فنفرض احمد طلي الاول في كم طريقة بغضر انا اختار التاني يا بنتي انا ثلاث لاعبين عندي واحد فيهم صار الاول كم واحد ضلوا ضلوا اثنين مينون سامر وبادر سامر وبادر غيرت الاسماء سامر وبادر تمام حطيت واحد اول ضل سامر وبادر معنات التاني اما سامر او بدر صح ولا لا يعني انت في واحد من هالثلاث يا بنتي برك بالمقعد الاول بالمركز الاول حط وبرك خلا ما اخرج يحطوه في المركز التاني كم واحد ضل التاني ضل خيارين اذا بعد ما اخترت الاول الفائز الاول يتم اختيار الفائز التاني باثنين طريقة فنفرض احمد الاول وسامر التاني مين ضل التالت ما ضل غير بدر اذا كان سامر التاني ضل بدر التالت معناتها عدد طرق اختيار الفائز الثالث طريقة وحيدة ما في غيرها رد بعيد يا بنتي يتم اختيار الفائز الاول ثلاث لاعبين عنده بثلاث طرق طيب لو كانوا عشر لاعبين بتقليلي بعشر طرق تمام لو كانوا ميت لاعب بتقليلي عدد طرق اختيار الفائز الاول بميت طريقة يتم اختيار الفائز التاني في واحد صار اول نقصيهم واحد ثلاثي راحوا واحد ضلوا طريقتين انا عندي ميت لاعب تلك ميت طريقة لاختيار الفائز الاول الفائز التاني بيكم طريقة تسعة وتسعين ليش تسعة وتسعين ايه في واحد صار الاول ضلوا تسعة وتسعين طيب عدد طرق اختيار الفائز التالت في واحد اول واحد تاني التالت ما ضل غير واحد اجبال حسب المبدأ الاساسي في العد اول ثلاثي ضرب اتنين ضرب واحد اذا يوجد ست طرق لترتيب فوز اللاعبين كم طريقة طليع معي ست طرق وهو المطلوب هاي طريقة اولى راح اعملك مخطط الشجرة او راح حل بطريقة كمان تاني تبهي لعندي راح اشرح كل ظروف المسألة طريقة ثاني قال يا بنتي انا قبل شوي اخدش اسمه التباديل قال بامكاني تطبيق التباديل شو بتل التباديل هاي طريقة تاني قال بامكاني فورا نطبق تباديل للتلاتي تباديل للتلاتي هي تلاتي باتنين بواحد ويساوي ست طرق بس غالبا يا بنا نحنا بنشتغل بالمبدأ الاساسي في العد التباديل ما عد نشتغل في هي المبدأ الاساسي في العد لانه اشمل ودائما خرج طبق والتباديل الى حالات خاصة تمام خليكن على المبدأ بس انا حبي تطبيق لك ياهو ولو مره وحدي هاي طريقة كمان صح تباديل ثلاتي ساوي ثلاتي ضرب اثنين ضرب وحي قال بدون مخطط الشجرة انت بهي لعندي اللي عمل لك مخطط الشجرة مخطط الشجرة بتفهمي يا كله هلا الفائز الاول يا انساتي بكم طريقة ثلات طرق مين هو الفائز الاول يمكن يكون رح سميلك احمد اول حرف اخذ من اسمه اي وبدر رح سميه بي وسامر رح سميه سي طبام يا بنتي فانا بكم طريقة بيختار الاول بختار الاول بثلات طرق اما اي او بي اش عب بعمل انا عبر سم اش عبر سم مخطط الشجرة متل ما طلبوه او سي وهذا مخطط الشجرة بيساعدني بفهم المسألة تمام هلا في حال كان الفائز الاول يا انساتي اي من هو الفائز التاني الفائز التاني اما بي او سي صح في حال كان الفائز الاول بي مين بيكون الفائز التاني اما اي او سي في حال كان الفائز الاول سي مين بيكون الفائز التاني اكيد السي صار بالاول ما باخر جيجي بالمكان التاني اما اي أو B إذن يا ابني إذا عدد طرق اختيار الفائز الأول 3 كم عدد طرق اختيار الفائز الثاني لحظوا لكل حالي 2 تمام يا أنسات هلأ إذا الفائز الأول والثاني من هو الثالث ما ضل غيره وما ضل غير C إذا الفائز الأول والثاني C من ضل الثالث إذا الفائز الأول والثاني A من ضل الثالث إذا الأول B والثاني C من الثالث إذا الأول C والثاني A والثالث B آخر وحدي إذا الأول C والثاني B فالثالث A هذا هو مخطط الشجرة عديلي كم فرع في الأخير ستي هو دي الحمر كم فرع صار عندك صار عندك ست فروع معناها يا أنسات كم طريقة ست طرق مين هني ست طرق يا بنتي إما ABC أو ACB أو BAC أو BCA أو CAB أو CBA عندك ست احتمالات لشو لأنه يشترك أحمد وبدر وسامر في مسابقة الجري ويرتب نتيجة فوز عندهم ست احتمالات لنتائج فوز بجوز أول A والثاني B والثالث C أو بالعكس بدل بيناتهم هو دي الأماكن تمام يا بنتي تمام هذا هو مخطط الشجرة ترجمة نانسي قنقر